اكدت معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زين الرئيسة مجلس النواب رئيسة وفد الشعبات البرلمانية المشارك في عمال الجمعية العامة الثالثة والاربعين بعد المئة للاتحاد البرلماني الدولي في العاصمة الإسبانية مدريد أن مملكة البحرين توفر رعاية صحية وخدمة علاجية منصفة وعادلة لجميع الموطنين والمقيمين وذلك ضمن الجهود التي تبذلها مملكة البحرين في التصدي لجائحة كورونا بما يترجم التوجيهات الملكية السامية من لدن جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه بتسخير كافة الإمكانيات والموارد من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين وأعربت معالي رئيسة مجلس النواب عن الفخر والاعتزاز الكبيرين بالإنجاز الوطني الرائد الذي تحقيقه مملكة البحرين في التصدي للجائحة والذي يأتي ثمرة للعطاءات المخلصة للفريق الوطني الطبي للتصدي للجائحة بقيادة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى جانب الوعي المجتمعي والمسؤولية التي يؤكد عليها شعب مملكة البحرين بتكاتفه وتعضده مع القيادة الحكيمة جاء ذلك خلال ترأس معالي رئيسة مجلس النواب إحدى جلسات الجمعية العامة الثالثة والأربعين بعد المئة للاتحاد البرلماني الدولي وتم خلالها مناقشة حجد الدعم البرلماني العالمي لتحقيق الإنصاف في التلقيح في مجال مكافحة جائحة كورونا وأشارت معاليها إلى أن تحقيق الأمن الصحي للجميع يعتبر على سلم أولويات المملكة وتتضافر المساعي الدؤوبة بين مختلف القطاعات لتجاوز تأثيرات الجائحة وأكيدا أن السلطة التشريعية تساند وتدعم التشريعات التي من شأنها تعزيز المنظومة الصحية في مملكة البحرين ترجمة نانسي قنقر